بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائنا في هذه الحلقة التي عنوانها حسب ما وردني العشرات من الأسئلة اخترنا عنوان هذه الحلقة الفقر والعصر يسألنا دائما لماذا الأمة الإسلامية هي أفقر الشعوب على الإطلاق فقر اجتماعي فقر علمي فقر اقتصادي فقر عسكري ولماذا الشعوب الأخرى التي هي من أديان أخرى هي أكثر بأسا أكثر حضارة أكثر تقدم فلماذا هذا الفقر الله سبحانه وتعالى صريح كل الصراحة قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر فالفقر ليس من الله الفقر العلمي والاقتصادي والاجتماعي والفكري كله من الشيطان وليس من الله الله يريد القوة في كل شيء وقال صلى الله عليه وسلم المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف لا يقصد البدن لا يقصد البدن يقصد الفقر الفكري والعلمي والاقتصادي الله يريد كل القوة والدليل على ذلك العشر المبشرين في الجنة كانوا مالتي مليارديرية في ذلك الزمان العشرة رضي الله عنهم جميعا ومحترامنا الشديد كان هناك الكثير من الصحابة الفقراء لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مر اجتمع معهم لأجل مناقشة قضايا الأمم أو قضايا الأمة التي تهم الأمة علينا أن نبحث عن الغنى الغنى في المال الغنى في الاقتصاد أول كلمة نزلت في القرآن الكريم هي اقرأ ونحن أمة لا تقرأ إذن عندنا في البداية فقر علمي يعني كارثة علمية من بين أفضل مئة جامعة في العالم لا يوجد جامعة عربية يعني أفضل جامعة في العالم ومع كل الأسف هناك العشرات من الجامعات الصهيونية في مرتبة أعلى الجامعات في العالم أين البحث العلمي أين الغنى العلمي أين الغنى المالي الله يريد الغنى في كل شيء لذلك الله وضع صورة تسمى صورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر فكل إنسان لا يعيش عصر الحضاري عصر المعرفة عصر العلم فهو في خسر شاء ذلك أم أبى إذا كان يعيش بعقلية وأفكار وسلوكيات عصور قديمة الرسول عليه الصلاة والسلام عاش عصره وتفاعل مع عصره فعلينا أن نعيش العصر نعيش الحداسة نتحاور مع الشعوب نأخذ من الشعوب نتعلم منها لا نكون منغلقين على ذاتنا الله يريد الغنى والشيطان يعيدكم الفقر فكونوا أغنياء في كل شيء وكفانا مرض كفانا زل كفانا فقر علمي كفانا جهل معدل القراءة في العالم العربي دقيقة في الأسبوع للفرد وإسبانيا لوحدها فقط تطبع سنويا من الكتب أربع أضعاف ما يطبعه العالم العربي كاملا هل هذا منطقي؟ هل هذا معقول؟ علينا أن ننهض في البداية بالعلم بالثقافة، بالحضارة، وليس بأسلوب التخلف، بأسلوب الفقر فهذا من الشيطان، من الشيطان، من الشيطان، وليس من الله الله يريدكم أن تكونوا أقوياء، أغنياء، صحياً، علمياً، اقتصادياً، اجتماعياً الشيطان، ويعيدكم الفقر، فعيشوا عصركم، تفاعلوا مع العصر، كونوا حضاريين، ادخلوا الحضارة، ادخلوا عصر الجامعات، عصر البحث العلمي أين الأبحاث العلمية؟ أين جوائز نوبل؟ جوائز نوبل يأخذوا الآخرون ونحن فقط عندنا محترامنا الشديد، فقط يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، الله قال لكم كونوا أقوياء ولكن نحن فقط نعتمد على الدعاء، يا الله انصرنا، يا الله علمنا، يا الله أعطينا، يا الله، يا الله، يا الله الله سبحانه وتعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وليس إلا ما دعى إلا ما سعى الرسول عليه الصلاة والسلام كان قادر وهو جالس في المدينة المنورة مرتاح يوم معركة بدر أن يقول له اللهم شتت شملهم اللهم الله قال له اذهب إلى المعركة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فعلينا أن نكون واقعيين عمليين وعلميين وليس علمانيين إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة